اهلا بكم في فيديو جديد النهاردة هنتكلم على حاجة مسيرة للاهتمام في عالم الذكاء الاصطناعي جوجل مؤخرا قدمت ببروتوكول جديد اسمه A to A Agent to Agent وده اللي هيغير طريقة التواصل بين الAI Agents البروتوكول ده يكون لي تأثير كبير في التواصل بين الAI Agents المختلفين البروتوكول A to A بيشبه لحد مال MCP اللي هو الModel Context Protocol اللي بنستخدمه عشان نربط الAI Agents بالأدوات بالTools الفرق الرئيسي هنا ان الAI to A مش بس بيربط وكيل بأداة لكن بيربط وكيل بوكيل اخر Agent to Agent ده بيفتح مجالات كتير للتعاون والتواصل بين الانظمة المختلفة بشكل اكتر فعالية وعلى الرغم من ان الAI to A لسه جديد اللي انه بيوعب بتغيير كبير في الطريقة اللي بنستخدم بيها الذكاء الاصطناعي الشركات الكبيرة زي Salesforce و MongoDB و Oracle و Lung Chain و شركات تانية كتير بدأت تدعم البروتوكول ده وده اللي شفناه في الارتكال بتاع جوجل وده بيدينا فكرة عن امكانياته الكبيرة وتطبيقاته المتنوعة في مجالات كتير ففي الفيديو ده ان شاء الله بعد ما نشرح الA to A هنعمل كمان Server و Client Agents باستخدام Gemini وبريف سيرش عشان نبين ازاي الAI agents طول ممكن يتواصله مع بعض من خلال البروتوكول اللي هو A to A وكمان ازاي واحد منهم ازاي agents منهم هيستخدم الMCP طول اللي هي Brave Server عشان كمان يعمل لنا بحس في الحالة دي احنا هو بنسأله سؤال ايه تعرف ايه عن الMCP طول و ايه هتلاقي ان الرد بتاعه بيرد علينا ايه هي الMCP طول و ازاي بتستخدم عشان تربط بين الTools والLarge Language Models في يلا بينا نبتدي الاول هنشرح ايه هو الA to A وبعد كده نخش على طول في الدرس ازاي نعمل الA to A Client و Server Agents و ازاي نستخدمه يلا بينا فخلينا نفهم الكلام ده اكتر من خلال المثال ده في الحالة دي احنا عندنا مستخدم والمستخدم ده بيستخدم وكيل مبيعات AI Agent للمبيعات وكمان عندنا فيه AI Agent للحسابات وAI Agent لتحليل البيانات ل Data Analysis في الحالة العادية هتلاقي ان الوكيل للمبيعات ده بيستخدم MCP Model Context Protocol عادي عشان يدخل على CRM اللي هو كمثال زي Salesforce او اي Resource Manager عادي وبيستخدم MCP عشان يشتغل بالتول دي ولكن ولنفرض ان وكيل المبيعات ده محتاج ياخد حاجة من الحسابات من بينات الحسابات اللي بيستخدمها AI Agent بتاع الحسابات او محتاج يستخدم حاجة من تحليل البيانات اللي بيستخدمها وكيل تحليل البيانات في العادي احنا كم ممكن نكتب tool او كم ممكن نضيف هنا على AI Agent بتاع المبيعات ده حاجة تتواصل مع وكيل البيانات ده ولكن في الحالة دي كم ممكن يبقى فيه مشكلة ان مثلا ونفرض ان احنا عدلنا حاجة في AI Agent بتاع الحسابات ده في الحالة دي انا محتاج ارجع اعدل كل الكلام ده تاني في مبيعات Agent وإلا هيحصل مشاكل كذلك بالنسبة لتحليل البيانات والنفرض كمان ان احنا عندنا مثلا الحسابات ده محتاج ياخد حاجة من وكيل تحليل البيانات الـ A to A بقى بيحللنا كل المشاكل دي ان انا من خلال الـ A to A protocol البروتوكول بتاع A to A بتواصل او بخلي الـ agents دي كلهم يبقى فيه تواصل بينهم وفي الحالة دي لو انا طلبت تسك من وكيل المبيعات بيتضمن حاجة محتاجها من الحسابات او من تحليل البيانات هو automatic من خلال البروتوكول ده هيعمل تسك ويبعاته لتحليل البيانات او للحسابات ويبقى فيه تواصل بينهم بدون تدخل مني وده اللي مميزات كتير لانه ونفرض مثلا ان كل agent بندور موجود على server لوحده الclient موجود على server لوحده وكل واحد فيهم بيستخدم tools مختلفة او لغة برمجة مختلفة انا كل اللي محتاجه ان انا ازبط بس البروتوكول اللي هو هيبقى مسؤول عن التواصل بينهم اللي هو في الحالة دي A to A مش محتاج ادخل في hard coding لكل tool كمان ونفرض ان انا جيت وحبيت اضيف tool جديدة مثلا للتسويق في الحالة دي انا كل اللي محتاجه اعمله ان انا اوصل AI agent بتاع المبيعات بالmarketing agent اللي هو بتاع التسويق من خلال برضو ال A to A وساعتها مش هحتاج اعمل اي ستة بتاني كل اللي محتاجه ان انا ازبط البروتوكول بتاع ال A to A بين ال AI agent بتاع المبيعات والتسويق يبقى في الحالة دي احنا فهمنا مميزات البروتوكول ده ان هو بيوفر لنا التكامل بين كل ال AI agents دي بدون مجهود مني بدون محتاج اعمل hard coding لكل tool ازاي تتواصل مع التانية وبيخليني اقدر استخدم اكتر من tool من اكتر من مكان سواء على سيرفرات مختلفة او من خلال بروفايدر مختلف وكل ده بيحصل له التكامل باستخدام ال A to A protocol انهم اللي بيعارفين ازاي يتواصلوا مع بعض ويتكلموا مع بعض فخلينا نروح لصفحة جيت هاب بتاع الجوجل ومن هنا نقدر نشوف ان هو طبعا على جيت هاب معلانه هو open source وتقدر تستخدمه مجاني تماما وخلينا نزل تحت هنا شوية عشان نشوف ال overview بتاع ال A to A اول حاجة هنلاقي ان فيه حاجة اسمها ال agent card ودي هتبقى الوسيلة اللي من خلالها ال agents يقدروا يعرفوا التاسكس اللي يقدروا يعملوها من خلال بعض او ازاي يتواصلوا مع بعض سواء ال authentication او client use او كل الكلام ده فعندنا نوعين عندنا ال A to A server اللي هو هيبقى في الحالة دي زي end point تقدر من خلالها تبعت request للend point دي عشان تعمل تاسك معين وعندنا ال A to A client اللي هو في الحالة دي انت هو اي AI agent التاني من خلال ان هو يقدر تواصل بقى مع ال A to A server ان هو عشان يعمل تاسك معين وعندنا سواء ال message او ال port اللي هي او ال artifact اللي هي اجزاء من ال request اللي انت ممكن تبعته وعندنا ال streaming بقى ويه ازاي يعمل response للتاسك اللي انت بعته وعندنا ال push notification اللي هو ميز ان هو يقدر كمان يبعت update للتاسك ده لAI agents التاني من خلال ال webhook طيب وده كمان هنا شريح لك شكل ال typical flow بتاع ال A to A عندنا هنا ال typical flow بيوريك ازاي ال A to A بيشتغل اول حاجة ال client server بيشوف من خلال agent card ال end point دي او ال AI client او ال A to A client بيقدر يعمل ايه من خلال ال agent card تاني حاجة ال initiation اللي هو ال client بيبعت task من خلال كمان ال task id وبعدين ال processing اللي هو بال streaming او non streaming نوعين من انواع ال response وبعد كده عندنا ال interaction وال completion وفي ال completion بيبعتلك state سواء completed failed او cancel فخلينا نشرح ال typical flow اللي متقال في ال gethub repo على شكل diagram عشان نفهمه اكتر الخطوات بتبقى كابتالي اول حاجة client agent بيعمل fetch لل agent card عشان يعرف ال A to A server ده بيقدر يعمل ايه بالظبط فالA to A server بيرد عليه بال response بتاع ال agent card اللي فيه كل المهام اللي يقدر ال agent يعملها وكمان طريقة ال authentication وكل المعلومات اللازمة عشان يتواصله مع بعض ساعتها client agent بيعمل task id ده بيبقى id مميز وبيبعت ال task مع ال id اللي هو عمله لل A to A server في الحالة دي ال A to A server بيعمل process لل task ده وبينفزه وبيبعت ال response تاني لل client agent ده typical flow اللي مذكور في ال gethub repo وده يوضح لك ببساطة ازاي تقدر تعمل التواصل بين ال agents من خلال ال A to A protocol وزي ما ذكرنا في اول الفيديو انت ممكن تستخدم ال A to A مع ال mcp عشان يبقى فيه تكامل بشكل كبير بين ال agents وبين ال tools فعندنا في المثال ده مثلا احنا عندنا هنا الوكيل اللي هو ال ai agent الاول وال ai agent تاني اللي هو عنده access او بيقدر يستخدم التول دي وليكن التول دي اللي هي brave عشان نعمل search وعندنا ال ai agent التاني اللي هو الوكيل رقم اتنين ده بيستخدم ال mcp عشان يقدر يستخدم التول دي ففي الحالة دي ممكن الوكيل الاول من خلال ال A to A protocol يطلب task من ال agent التاني التاسك ده بيتضمن استخدام ال mcp tool اللي هي في الحالة دي brave ففي الحالة دي ال agent رقم اتنين هيستخدم ال mcp عشان يستخدم الاداة دي وبعدين يستقبل النتيجة وبعد ما بيستقبل النتيجة بيرجع يستخدم ال A to A protocol تاني عشان يبعد الرد لل agent رقم واحد فده يبقى لك ازاي ممكن يبقى فيه تكامل بين البروتوكول بتاع ال A to A وال mcp عشان تقدر تبني نظام كامل من ال ai agents اللي بيتكاملوا مع بعض وكمان بيقدروا يستخدموا ال mcp tools اللي اي agent بيستخدمها طيب هنا عندنا مثال بسيط بقى ازاي نعمل agent to agent نجربها ازاي في python عشان نقدر بعد كده نستخدمها في ال project بتاعتنا اول حاجة احنا عندنا هنا clients.py دي اللي هو client agent اللي عندنا اول حاجة هنلاقي ان احنا بنعمل اول حاجة الفيتش لالagent card اللي هو server agent اللي موجود في السيرفر ده او موجود في ال end point دي وبعد كده بنجهز ال task من خلال ان احنا بنعمل unique task id وبنبعت التكست في الحالة دي هيبقى السؤال اللي هو what is google a to a وبنجهز ال payload على شكل json وبنعمل print ان احنا بنبعت الكلام ده ثالت خطوة ان احنا هنبعت الكلام ده لل end point بتاعت ال agent السيرفر agent اللي هوريكو في لحظات ازاي نعملله set up وبعد كده في الخطوة الرابعة بنعمل process للresponse سواء لو كان هو success بنعمل print لل message اللي احنا استقبلناها او لو كان في اي مشكلة بنعمل error handling وبنعمل برضو print انه no message in response او ان ال task ما حصلوش completion نلوف بقى للserver.py ونشوف ايه اللي بنعمله فيها اول حاجة عندنا هنا في environment دي ال environment file احنا عملين gemini api key والprev api key تقدر بتاخد gemini api key من خلال انك تروح ai studio وتعمل generate api key وكذلك الprev api لما تروح على موقع brave وتعمل generate new key تمام عندنا بقى هنا في السيرفر اللي هو هيبقى agent في الحالة دي اللي بيستقبل ال request عندنا هنا اه مستخدمين طبعا المكتبات اللي موجودة عندنا لبايدانتك ai و flask عشان نجهز السيرفر بتاعنا اول حاجة بنجهز ال play server اللي هو ال cp tool اللي احنا استخدمها هتلاقي انه هنا بيستخدم ال api key اللي احنا عملنا له import في ال environment ويتاني حاجة ال agent اللي هو في الحالة دي gemini هتلاقي ان احنا استخدمنا باستخدام بايدانتك استخدمنا منها الموديل بروفايدر او البروفايدر اللي موجود عندها اللي هو جوجل جي اه اللي ايه اللي مفروض تبقى انت منزله وحددنا الموديل اللي هو gemini 2.0 flash والبرومت ده اللي هو بينجهزه للاجنت عشان يستقبل ال request وعلى اساسه كمان بيستخدم الحاجات اللي انا ارادها هنا احنا بقول له you are an assistant with the ability to search the web using brave search عشان يستخدم ال mcp tool اللي هي brave server بعد كده ده ال agent card اللي client API بيعمله او اللي client agent بيعمله fetch في الحالة دي بنتديله شوية تعليمات ايه هو ال agent ده و ايه بيعمل ايه و ال end points بتاعته وهتلاقي هنا مجموعة من ال end points اللي احنا بنهاندل بيها الموضوع وهسيبلكوا الكود كله في اه جيت هوب repository عشان تقدروا تستقدموه وتعدلو فيه زي ما انتوا عايزين كل هيبقى مطلوب منك ان انت تتنزل المكتبات ال requirements اللي موجودة هنا في requirements.pxt وتكارية الفايلين اللي هم client.py وسerver.py وخلينا بقى نشوف هينستخدمهم ازاي احنا هنفتح terminal بالشكل ده اول حاجة هنعملها ان احنا عايزين نشغل السيرفر بتاعنا فهه اول حاجة خلينا نشغل virtual environment بتاعتنا لو انت مش مشغلها في البداية انت بتعمل طبعا بتكاريت virtual environment جديدة وعشان نشغلها بنعمل v-env slash script slash activate كده احنا بنشغل virtual environment بتاعتنا وفي الحالة دي احنا عايزين نشغل python server او اللي هو server.py بنعمل server.py كده احنا عملنا launch لأول agent عندنا اللي هو server agent اللي هو هيستقبل request من client agent طيب خلينا نفتح terminal تاني وفي terminal التاني ده احنا نعمل نفس الخطوات اول حاجة هنشغل virtual environment بتاعتنا وبعد كده عايزين نعمل بقى نشغل python client dot py وفي الحالة دي اول ما نشغلها اللي هيحصل انه هو هيعمل fetch لل agent card من ال end point دي ويبعت له السؤال بتاعنا اللي هو what is google a to a فخلينا نضغط enter هتلاقي انه هو ابتداء لا ال agent اللي هو search agent عمله fetch agent card وهيبتدي يبعت له task اللي هو what is google a to a لو رحنا كده للسيرفر هنا هتلاقي انه هو بيستقبل ال request والدعمتين يعني اوكي استقبل ال request تمام ولو رجعنا لل client هنا هتلاقي انه هو استقبل ال agent reply وقال لك هنا ان google a to a agent to agent protocol is an open protocol that enables communication with interoperability دي كلمة معقدة كل اللي معناها ان هي التواصل بين two agents ااا ال two ai agents وشارح لك الكلام ده كله خلينا ممكن نجرب نغير client هنا عشان يبقى فيه تجربة مثلا بنيجي هنا في task نغير user text هنا نخليه مثلا اي حاجة تانية what do you know about mcp مثلا خلينا نسيب وفي الحالة دي لو عملنا run client.py مرة تاني هتلاقي انه يبتد يبعث user text الجديد وبرضه هي يبعثه للسيرفر والسيرفر هيرد عليه وفي الحالة دي ادنا error المراضي فنشوف ايه المشكلة دي مشكلة في flask مش في ال agent اللي عملنا task مرة تاني هنشوف هيعمل مشكلة لا هتلاقي ان هو هنا بعتلي ان هو مش فاهم هو محتاج ايه بالظبط يعني انت سؤالك ايه بالظبط ان mcp مش واضح بالنسباله خلينا نخليها protocol عشان يفهمها هتلاقي ان هو اداني رد the model context protocol mcp is an open standard that aims to standardize how application provide context to agents to large language models يعني يرد علينا الرد اللي هو الصحيح لان هو استخدم gemini واستخدم brave search عشان يرد علينا الرد ده فده كان يعني بشرح مبسط ايه هو ال A2A و ازاي نستخدمه وخدنا كمان مثال بالنسبة ل python وزي ما وقتلكم هسيبلكم الكود ده في github repository هسيبلكم ال link في description عشان تقدروا تجربوه بنفسك وتستخدموه فلو عجبكم الفيديو متنساش اللايك والشير و متنساش الاشتراك في القناة عشان تشوف الفيديوهات الجاي سلام